السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة ونفعل زم الجرس لمساعدتنا لنشر المزيد المباراة الثالثة فيا ريال بحقق النتيجة البارزة بهالجولة وبيتقلب على باير ميونيخ بنتيجة 1-0 اوناي اميري اختصاص انهاء ارقام باير ميونيخ ايما كان مدرب باريستان جرمان قدر يتغلب عليهم بحديقة الامراء وفاز عليهم بالمباراة رقم 30 دون خسارة لباير ميونيخ وانهاء السلسلة واليوم شفنا انهاء سلسلة 25 مباراة لخسارة خارج الارض لباير ميونيخ وقدر يتغلب عليه بنتيجة 1-0 خيارات للكابتن نايجل اسمان كانت شوية غريبة بدأ ب4-2-3-1 وهذا الشي بدفاع مهترق شفنا نايجل تقدم عكتر مرة وكان فيه له هفة وفيه جول ملتغى لو الهدف محسوق كان صار تريند اليوم الامانة فياريال قدر يفوز ويتغلب وينهي هيمنة باير ميونيخ شفنا هذا الشي سوى سالس بورك بالدور الثاني هل سيدرب باير ميونيخ بعنف في ملعبه بالاليانز عرينا ولا فياريال راح يتابع نتائجه الإيجابية مثل ما فاز على يوفنتوس بالثلاثة ممكن يحقق نتيجة إيجابية بالأراضي الألمانية عموما الفرق الإسبانية تتبين بطولة الأبطال بكعب عالي وهذا الشي ممكن يعطي أفضلية وصوص انه اوناي مدرب محنك وبيعرف يقرأ الخاص ممليح مع اهتساز وعدم ثبات مستوى باير ميونيخ ممكن نشوف مفاجأة وإقصاء باير ميونيخ بالدور ربع النهائي كل شي رح يبين بعد 15 يوم لكن بحب لكم انه غواصات قادر يعماشي واليوم شاهدنا هذا الشي او الشوت الاول ولا تزديده لباير ميونيخ على المرمى على المرمى فيا ريال الأمانية مباراة مي محسومة لا فيا ريال حد قدم ولا باير ميونيخ صار برا لا باير ميونيخ اذا لعبوا بمستواهم المعهود سوف يفوزوا لكن اذا يظلوا بهال الارتخاء والخيارات المتخبطة مثل السانية برا غوريتسكا تأخر لينزل يتوقع انه فيا ريال قادر يعبر من بوابة باير ميونيخ خصوصا اذا قدر يلعب على التعادل او سرق هدف باول عشر دقائق مثل ما عمل مباراة الزهر سيعقد المهمة كثير على باير ميونيخ لا يمحسوم المباراة وفيه كلام بالاليانزارينا لكن ممكن فيا ريال يعبر ممكن ممكن نشوف باير ميونيخ يغادر بهالدور هذا هذا كان كل شيء عن اللعب المباراة الراحة ريال مدريد تشيلسي دائما ريال مدريد كما تخبط بالدورية كما تقدم مستويات سيئة من سبع نشيد الأبطال يختلف الفريق 360 درجة بحب اقول لك كل حدا ما بيحب هالنادي هاد لا تراهن على ريال مدريد بالأبطال لاني راح تخسر لا تراهن ضد ريال مدريد بالأبطال لاني راح تخسر بالقراءة الفنية للمباراة ريال مدريد بلش أربعة ثلاثة ثلاثة بينما تشيلسي بلش أربعة عفوا ثلاثة أربعة اثنين واحد ريال مدريد لعب بالعادات والتقاليد المعروفة لفاصل انطلاقة سريعة هدف لفاصل قطع كرة انطلاقة هدف ويا بخت اللي عنده كاريم بنزيمة كاريم بنزيمة كاريم بنزيمة لعب سجل هاتريك في باريس في ديور 16 اليوم سجل هاتريك في تشيلسي بالدور ربع النهائي لعب محبوب من كافة مشجعي الفرق يعني بتسأل اي لعب مثلا اي مشجع برشلوني من تحب التشيل في ريال مدريد سيقل لك اول شي كاريم بنزيمة سبحان الله لعب موفى و جيد و بيعرفت مركز وهدف الفطرة و محبوب برجع بقول يا بخت اللي عنده كاريم بنزيمة قدام ريال مدريد حزارة شرود شرودك لدقيقتين كلفك هدفين شفنا هالشي بوجود كاريم بنزيمة شرودك بداية الشوت الثاني كلفك هدف تخيل عمل كل شي بالمبارة عمل كل شي لكن لا يمكنه ينزل و يسجل بنفسه يعني فيرنر هاورس لوكاكو ثلاثة سجلوا هدف واحد اغراق المنطقة بالاوفرات اللي كانت ابدا ما ناجحة تاخير حكيم زياش بالنزول اللي عمل عرضيتين حلوات كان واحدة منهم لوكاكو لازم يسجلها يعني القسم الهجومي والتهديفي به تشيلسي ضعيف جدا للأماني لا ننسى ان انشيلسي بطل آخر نسخة ابطال الريال ما فاز على فريق عادي الريال فاز بستانفورد بريج على بطل دور الابطال وقدم مباراة كبيرة اليوم انشيلوتي اثبت ذكاؤه بعد اصابة مندي بداية 65 شفنا انه سعب كروز ونزل كامابينجا تبديل كروز ما كان بسبب حبوظ مستوى مدني او شي لا نزول لوكاكو عطى افضلية طول بعد خروج مندي بدفاعات ريال مدريد عطى افضلية طول للوكاكو ناتشو اقصر بالارتقاط مرحيس يلتحم مع لوكاكو شفنا كاساميرو عبرجع للمراقبة اللاسيقة شفنا كافامينجا عبي استفاد من طوله عبيلعب امام المدافعين امام المدافعين بقطع وتنظيف المنطقة من الكرات الهوائية هاد شي يحسب لانشيلوتي للامانة الريال كان جيد وكورتوه كالعاضي عملاق يعني فيه ثلاث اهداف نت نت شالهم عدا عن رعونة مهاجمي تشيلسي عدا عن عدم وجود لاعب خلاق لاعب يعمل لك تغيير ويعطيك افضلية بيلمسي وبيقدر يلبلك الملعب بيفتح ثغرة وهاد الشي اليوم تشيلسي افتقدو حارس تشيلسي كان مهزوج جدا من دي ما بعرف قدام منتخب مصر الشقيق كان نجم للامانة اليوم كان سيئ وكان نقطة ضعف واضحة هو قلب دفاع تشيلسي كريم بنزيمة بيت طرقبان بهالنادي وعريس الليلة على كل حال وافضل لاعب الجولة انا برايك واذا حطينا لاعب ثاني كورتوا كورتوا كمان قدم مباراة ممتازة وريال مدريد قطع شوط كبير اذا تشيلسي يفكر يتأهل على الدور نصف النهاية لازم يغلب بريال مدريد بالسانت ياجوى 3 صفر وموكل الفرق تقدر تغلب بريال مدريد بالسانت ياجوى 3 صفر بالنهاية هاي كانت محصلة كل المباراة وان شاء الله نكون قدمنا شي حلو لا تنسونا من الاشتراك والدعم والاعجاب الله تكون العافية كان اخوكم المعتسم بالله معكم لقناة وابتدينا على امان ان نلتقي عن قريب تبقوا بامان الله